فهذا أولا ثانيا الشيخ قد ذكر كما ذكرت أرفا أو قارن بين المثلية وبين زن المحارم لماذا؟ لأن هذه القاعدة التي تقول أنت حر ما لا تضر فلو الواحد استخدمها فلماذا تبيحون المثلية ولا تبيحون زن المحارم لأن زن المحارم يعني الأخ والأخت مثلا الأخ والأخت الذين يريدان أن يكونان في علاقة جنسية ما وكلاهما بالغ وكلاهما راشد وكلاهما يوافق فلماذا تقولون لا؟ فممكن يقول قائل لأن هذا ممكن يتولد منهما الولد المعوق طيب يعني صري للكلمة يعني ولكن أقول لك طيب لو جامع بعضهم بعضا بالموانع الحمل مثلا أو لو مثلا صري يعني برضو للكلم ده بس مثلا عملوا حاجة مثلا جماع ثموي أو ما إلى ذلك اللي هو مش هيسبب الولد المعوق فلا تستطيع بذلك أن تقول أن هذا سيسبب الضرر فالليبرال الحقيقي الذي هو يعني له لا يريد أن يناقض نفسه هو ممكن يوافقك على فكرة ممكن يقول لك صحيح الذي لو وافق بعضهم بعضا يعني الرجل وافق أو الأخ وافق والأخت وافق فلا نرى في ذلك حرج لو جامع بعضهم بعضا أقول طيب لماذا إن كان ذلك كذلك في الغرب نجد كثير من الولايات والبلدان تجرم الزن المحارم وحتى إلى يومنا هذا تجرمه وتبيح المثلية بطريقة كاملة شبه كاملة لماذا؟ فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر أو تعتبر حجة تاريخية لا أقول فقط أنها حجة منطقية أو فلسفية بل هي حجة تاريخية يعني الواحد قال لا أنا أعترض أيضا على أن مثلا الأخ والأخت لو كان يوافق أنهما في العلاقة مع بعض نعترض على ذلك ونعترض بقاعدة أن تحر ما لا تضر فبالفعل لو الأخ والأخت أراد أن يجامع بعضهم بعضهم يكون في علاقة جنسية فلا نعترض على ذلك أقول طيب هذا لا يغير الماضي لأنكم يعني لا أقول بالتعميم ولكن عموما في القوانين الدستورية والقوانين الدولية وكذا كان مقنن في القوانين أن هذا مباح وهذا غير مباح فحصل إذن الظلم التاريخي حصل ماذا الظلم التاريخي هذا في ماذا هذا في ما سبق في تطبيق ماذا الليبرالية الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر